أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أكد أن العلاقات البحرينية الإماراتية تتميز بعمقها التاريخي وما يؤثرها من وشائج القربة وروابط الأخوة التي تحظى برعاية واهتمام دائم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مشيرا سموه إلى أهمية مواصلة الدفع قدما بمستويات التعاون والشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين الشقيقين بما يفتح مزيدا من الآفاق الاستثمارية الواعدة ويدعم مختلف القطاعات الحيوية ويعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما الشقيقين جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبي اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني السيد حسن جاسم النويس العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة M42 حيث أشار سموه إلى ما يشكله القطاع الصحي اليوم من أهمية باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية التي نحرس كل الحرص على تطويره وتنميته من خلال تعزيز الشراكات وتشجيع الاستثمار فيه بما يعزز من كافة الخدمات الصحية ويسهم في خلق قطاع صحي ذو كفاءة عالية ومواكب للتطورات والتقنية الحديثة ومتوائم مع متطلبات المستقبل من خلال الابتكار وتوظيف البيانات الدقيقة لافثا سموه إلى همية تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات بين البلدين الشقيقين في كافة القطاعات لا سيما القطاع الصحي بما يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة من جانبه أعرب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة M42 عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء لما يوليه سموه من حرص واهتمام على تعزيز مسارة التعاون والعمل المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والدفع بها نحو آفاق أوسع في كافة المجالات لا سيما المجال الصحي متمنيا لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والإزدهار اشتركوا في القناة